السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ولا حتى أولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وإن شاء الله في الفيديو نهار اليوم راح نشوفوا مراجعة شاملة للفصل الثاني في مدة الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي سموشقر نقاح في الفصل الثاني في الرياضيات راح نشوفوه في هاد المراجعة تقدروا تقولوا باللي المراجعة هادي لقبل الاختبار قبل الاختبار شوفو هاد الفيديو تراجعوا به قاع ان شاء الله تعالى الفصل الثاني وبياشغ أحنحلو الاختبارات يلا أبنائي نشوفوه وش تطرقنا في الفصل الثاني ونعودون نفهمه مام اللي كان غائب في الفيديوهات السابقة بهاد الفيديو يقدر كم احنا نقولو يركوبيري قاع وجدرنا اول شي لازم نعرفو اللي هي في الفصل الثاني بدينا بالقسمة إذن القسمة راح تطيح كم احنا نقولو تمرين عليه على ممليحة في الاختبار لازم لازم علينا نخدموه في القسمة كيفاش القسمة يلا نشوفو اللي هنا أعطيتكم نوعان من القسمة اللي يقدروا يطيحوا قسمة منتهية وشو معتها قسمة منتهية معنتها تخلص لي بالزيرو ما يبقى لي احتى حاجة وقسمة غير منتهية معنتها يبقى لي باقي إذن اللي هنا بياج ولا تقدروا تقولو فخ راح ياتوها لكم ويقولكم ماذا تلاحظ مثلا يلا إن شاء الله نبدأو في القسمة نبدأو بالمنتهية يكون أحسن لأنها الأسهل إذن اللي هنا أبنائي وش قلت لكم مثلا نعطونا العدد 550 قسمة 25 أسكو نقدر لازم العدد اللي نديه مننا يكون أكبر من اللي نديه مننا يلا مثلا أسكو نقدر ندي 5 على 25 لا ما نقدرش أسكو نقدر ندي 55 على 25 نعم ما نقدر مثلا نتكون عندي 55 نحبة حلوة نقدر نقسمها على 25 تلمي يلا هنشوفوا وش نقولوا اللي احنا دائما نقول أنا نحب نديرها كعلامة استفهام ما هو العدد الذي أضربه في 25 ويعطيني قريب 55 ولا 25 كم من مرة أكررها باش ندير ولا أصل إلى رقم قريب 55 مثلا يلا هنسيونا عودو هازجمرات مثلا لي الجه الضرب صعب يدير الزائد أنا أقول لكم كلاهما طريقتان صحيحاتا إذن يلا هنسيونا عودو 25 زوجمرات الخمسة والخمسة عندنا عاشرة أكتب صفر وأحتفظ بالواحد الاثنان والاثنان أربعة والواحد خمسة إذن لاحظوا أبنائي تحصلت على خمسون وأنا عندي خمسة وخمسون إذن هذا هو الأقرب إليه قلوا لي أعلاش لأنه لو كان زيت 25 تولي بزفت تولي خمسة وسبعون ما لازمش ندي عدد أكبر من خمسة وخمسون إذن معالية إلا ندي هذا الرقم الي تحصلت عليه إذن شح لعود الخمسة وعشرين من مرة أحسبوه معايا واحد زوج إذن نكتب اللهنة تنين عاود هزوج خطرت نكتب تنين إذن شح لعطاتني نكتب اللهنة شح لعطاتني أعطاتني خمسون نكتب خمسون وما نكتبش خمسة وخمسين مفهم إذن وندير عملية الفرق إذن راح تخل جي خمسة ناقص صفر خمسة خمسة ناقص خمسة صفر ما فهم إذا تحصلت على خمسة وش ندير اللي هنا ما علي إلا أن أنزل وش ننزلهم الصفر إذا ننزل الرقم اللي موراها ننزلنا الصفر تشكل لي عدد جديد وشنو هو هاد العدد هو خمسون نفس الشي ندير هاتا نقسم ذكا خمسين على خمسة وعشرين نقول ما هو العدد ندير على من الاستفهم ما هو العدد اللي كانت ضربوه في خمسة وعشرين يعطيني خمسين ولاش خمسة وعشر شحال لازم عليها من مرة تعطيني خمسين وش حال نسحق نسحق خمسين إذا شحالي هي عاودها مراتان إذا كي عاودها مراتان نكتبها هنا العدد المرات اللي عاودناها وش حال أعطتنا نكتبوها مننا إذا صف وندير الفرق بالماس ولا ناقص صفر ناقص صفر خمسة ناقص خمسة سفر مفهوم إذن هذه تسموها قسمة منتهية مع أنتها خلاصة دائما الأساتيدي يفتحوننا قوس ولا يقولنا أكمل الفراغ يقولنا خمس ومئة وخمسون تساوي يفتحوننا قوسين فراغ في فراغ زائد فراغ معلكم أنتم إلا في الضرب تديروا هاد الزوج وما تكسروا شقا عرصكم مشتوا هاد الزوج اللهم تحت بعضهم هما اللي نروح نديرهم في الضرب إذن نصبت خمسة وعشرين فوق نكتب خمسة وعشرين في الضرب نصبت ثنين وعشرين تحتا نكتب ثنين وعشرين مفهوم أما هات الصفر من جبته هو ما تبقى لنا زائد صفر الصبت تبقى لي صفر نكتب صفر تبقى لي ثلاثة نكتب ثلاثة مفهوم إذن هذه دائما عليها النقاط هذه نخرجها إذا جبنا القسمة تتعنا صحيحة فإنه بطبيعة الحال تكون هذه صحيحة مفهوم يلا نروحوا القسمة غير منتهية عندي مثلا نعطوني أربعمية أو اتنين وستون قسمة اتنى عشر ما علي إلا نقول نقدر ندي أربعة نقسمها على اتناش لا ما تضيش أربعة سيالة نقسمها على اتنى عشر شخص أسكن نقدر ندي ستة وأربعون على اتنى عشر نعم لأن الستة وأربعون أكبر من اتنى عشر وندير علامة استفهام نقول شحال نعاود من مرة تناش أعطيني قريب ستة وربعين ولأ طناش فاش نضربها أعطيني ستة وربعين مثلا يلا أن نسيون نضربوها في ربعة يلا أن نسيون نضربوها في ربعة ولا اللي ما يعفشوا الضرب معنش مش يعيب إيدي يطناش زيد الطناش زيد nói زيد طناش يتحصل عليها يلا نوريكم بلي كيف كيف التنين وثنين أربعة والثنين ستة والثنين تمنا نكتب تمنا واحد ثني ثلاثة أربعة نكتب أربعة هذي اللي مثلا يخدم بالزائد مفهوم واللي زع ما يحس روحه سريع واللي شاطر في الضرب يبدأ بالضرب يدير ربعة في تنين ثمانية والأربعة في الواحد عفون أربعة مفهوم شوفوا متحستوا على نفس النتيجة لكن لحظوا معي اللي هنا أنا عندي ستة وأربعون واللي هنا كيدرت 12 في أربعة واللي 12 أو 4 مرات تعطتني تمانية وأربعون حاداري لا نأخذ أبدا عدد كبير على هذا لذلك ما علي إلا نهبط درجة وشو معتها نهبط درجة نسيه 12 نعاودها تلتخطرات ولا مثلا 12 نضربها في ثلاثة يلا 3 في اثنان ستة ثلاثة في واحد ثلاثة إذن حصلت على ستة وتلاتون وهي الأقرب للستة وأربعون لسنتيج تكون صغيرة عليها إذن 12 حل عاودها من مرة وش أولى فلاش ضربتها ضربتها في ثلاثة نكتب اللحنة ثلاثة يلا وإن نكتب ستة وتلاتين نكتبها تحت ستة وأربعون وندير الفرق إذن ستة ناقص ستة صفر أربعة ناقص ثلاثة نعرفه باللي واحد نحبس اللحنة الخطوة اللي بعدها نشوف أنه كاين رقم نهبط ما كاش رقم نحبس إذن أنا عندي رقم تنين نهبط تنين ما هو العدد الجديد اللي تحصلت عليه هو مئة واثنان نفس الشي ندير عالمة يستفهم نقول الطناش فاش لازم عليها نضربها بيش تعطيني قريب مياوزوج ولا الطناش حنكررها من مرة بيش تعطيني مياوزوج اللي هنا لاحظنا في ثمانية دونك يلا ما تنسيوها في ثمانية انتم مقعدوا أبناء تسيو ما تنسيو في سبعة خرجتلكم صغيرة زيدوا في ثمانية ولا بدوا ما تنسيو في تسعة خرجتلكم كبيرة أهبطوا في ثمانية مفهوم إذن ثمانية في اتنان نعرفه باللي ستة عشر ثمانية في واحد ثمانية والواحد تسعة دونك نقدر ناخد الستة وتسعون مثلا يلا هلو كان سيو تسعة اسكت تسعة صح تكون أقرب تسعة في اتنان ثمانية عشر تسعة في واحد تسعة والواحد عشر شوفوش تحصلت تحصلت على مئة وثمانية وانا عندي مئة واثنان نقع عمرنا لا ناخدو عدد أكبر إذن ناخد ستة وتسعين شحل عاوتها من خطرة طناش تمن مرات دونك نكتب تمانية شحل عطتني ستة وتسعين نكتبها تحت المئة واثنان نديروا الفرق بينتهم اثنان ناقص ستة لنستطيع نسلفو ونهبطو تولي لي اثنان عشر ناقص ستة هي ستة اللي هنا عندي عشر ناقص عشر صفر واحد ناقص واحد صفر مفهوم عملية فرق بسيطة ولكن اللي هنا وش هيتكم تلاحظوا بلي قعدت لي ستة هده هي وش قصدي القسمة غير منتهية كي تفتح للأستاد وللأستاد الأقواص وش نديلهم اربعمائة واثناني وستون تفتح قوس فراغ في فراغ زائد فراغ لنك ما عليها إلا هاد الزوج اللي جايين تحت بعضاهم نحطهم هنا تمانية وثلاثين تمانية وثلاثين طناش طناش واللي بقالي شحل بقالي لهنا مش كمال هنا بقالنا صفر هنا بقالي ستة أكتبه ستة مفهوم هادي بالنسبة للقسمة يلا هنوح شوفه في الرسل الثاني وجدنا المثلاثات إذا شحل قلنا عندنا من المثلاثات عندنا أربعة أنواع واشنو هي هذة الأربعة أنواع لاحظوا لهنا لقلت لكم مثلث متساوي الساقين يجو السيقان السيقان جاي منك المسجوغ كما رجلين ما فهوم السيقان تعو طويلة إذا هذا واش نسموه مثلث متساوي عفوا وما نقولوش متقايس متساوي الساقين واشو معتها متساوي الساقين معتها ساقاه وفي الزوج متساويا هذا طريقة رسمه ما علي إلا نحكي مثلا أستاذا شخص قتلي القاعدة قتلي مثلا إثنان نكتب إثنان ندير مثلا من صفر تاعة حتى الإثنان الأم بعدها نحكم من نصف تاها هذه الإثنان اللي هي واحد وندير مستقيم طويل هكذا مفهوم نركز على هذا اللي في النص أم بعد أصله بين هذه النقطة وذلك المستقيم اللي في النص وبين هذه النقطة وهذا المستقيم في النص. هذه أحسن طريقة وأسهل طريقة باش ترسم مثلث متساوي الساقين. مفهوم؟ يلا نحل المثلث اللي بعده واللي هو مثلث قائم. واللي هو أسهل مثلث ما علينا إلا نشكله زاوية قائمة. إذا نشكلنا زاوية قائمة فهو مثلث قائم. مفهوم؟ أما الأطول تعطى في التماري يلا هالمثلث اللي بعده عندنا مثلث متساوي الساقين. واللي عمرنا ما نقدر ونرسموه بدون مدوار المدوار لازم يكون في الحقيبة تعنا. إذا مثلا أستدقت لي فيه إثنان. ما علي إلا اللول نديره إثنان بقلم رصص مفهوم؟ لكن من بعد نفتح المدوار تعي إثنان وندير هكذا. وندير من النقطة هذه ندير شلطة نفس الشي بالنسبة منه ندير في النقطة تعي وندير هكذا شلطة. وأصلوا بين النقاط كما تشاهدوا. مفهوم؟ إذن هكذا. ما عملو كانت روحوا تسيها. تلقاوا هذا إثنان إثنان وهذا إثنان مفهوم؟ هذه هي الطريقة الأحسن لرسم مثلث. دونك هذا واسموه. مثلث متقايس هذا اللي نسموه متقايس. ماشي متساوي الأضلع معنتها الأضلع تعوي في ثلاثة متقايسين. مفهوم؟ أما المثلث الأخير واسموه مثلث كيفي. وشو معنتها مثلث كيفي؟ معنتها ما هو متقايس الأضلع؟ ما هو قائم؟ ما هو متساوي ساقي تسمى هذه عندها طول وهذه عندها طول وهذه عندها طول. واللهنة مكال زاوية قائمة مفهوم؟ و Kelli يلا أسكي collections كابية قائمة لهنا؟ لا مكالزاوية قائمة. سوف مكاش کی عند زاوية قائمة مفهوم؟ هذا المثلث الكيفي هذا بالنسبة لدرس الهندسة اللي كان المثلث نروح حول الدرس الثالث اللي هو التنسبية لدائما يضح في الفصل الثاني التنسبية أبنائي وش ما علينا إلا يعطونا جدول وإحنا نملؤه كيف نملؤه؟ مرات يعطوني الفراغ التحت كما مرات يقدروني الفراغ الفوق ويعطوني كذلك معامل كناسبية مكاش وإنما نحن نبحث عنهم مثلا هنا قال لي العدد ما يهمش عدد الكاراريس عدد البيض عدد السيالات ما يهمش ولا هنا الثمنتع هذا الشيء لن يحب نحسب الثمنتعه مثلا هنا أنتم ما دلوا في بالكم عدد الكاراريس واللي هنا الثمن شحل مثلا كراسي بثلاثون دينار قال لي يلا شوفي لي أربع كاراري شحل يديرو ويلا شوفي لي مئة وخمسون دينار شحل يجيب لي من كراس ما فهم إذن هذه هي التناسبية والتناسبية ما هي إلا ضرب وقسمة ما فهم ما من لي ما يفهمش الضرب والقسمة يلا هنشوفوا مع بعض كيفاش نحلوها دونك أنا التلاميدي وش نقولهم أول شيء تديروه حكموا الأعداد اللي يعطوهم لي في الزوج دونك الخانتين المملوئتين كيف كيف دونك تفكروا اللي مملوئة هادي يعطاني الفوق وأعطاني التحت دونك هادي هي الأساس تعلق ما فهم هادي ما أعطانيش هادي مقبلة كانت فارغة ما فهم دونك هادي فيها غير فوقاني وهادي فيها غير تحتاني دونك دايما دايما عيني يا وين يروحوا اللي فيها الفوق واللي فيها التحت دونك فهمكم عنش تسحقوها إذن دائماً نقسم الكبير على الصغير ما تروحش تقسم الصغير على الكبير مثلاً هنا نقسم 30 على 2 ما فهم؟ 30 على 2 أبنائي معروفة باللي هي 15 يلاً هنسيها 15 كي نضربها في 2 شحل تعطيني؟ 2 في 5 تعطيني 10 2 في 1 تعطيني 2 وال1 3 ما فهم؟ إذن كي نقسم الكبير على الصغير نعرف باللي هذاك هو معامل تناسبية مع أنت لهنا كي قسمت 30 على 2 خرج لي 15 هذاك هو معامل تناسبية اللي تروح وتحطه تمتم باش تدو عليه واحد قبل ما تنساوه مفهوم؟ في بعض التمارين يسهلو لكم يعطو لكم لهنا واحد هذه السهل ما يكون 30 كي قسمها على واحد ولا 10 كي نقسمها على واحد ولا أي عدد كي نقسمها على واحد يقعد واحد هذاك هو معامل تناسبية ما فهم؟ أول شي اللي لازم تلقاوه معامل تناسبية ضوك اللي هنا تقعد لي لعبة ضوك أربعة دائما هادو الفقانيين نضربوهم في معامل تناسبية بشياطوني تحتانيين والعكس صحيح التحتانيين نقسمهم على معامل تناسبية بشياطوني الفقانيين يلا هنشوفوا مثل خلاص هنا صبنا 15 معامل تناسبية يلا هنتبعوا السهم أربعة نضربها في خمسة عشر يلا هنشوفوا أربعة في خمسة عشر يلا مع بعض أربعة في خمسة تعطيني عشرون أربعة في واحد أربعة والإتنان ستون شتو كيفاش ولات تناسبية سهلة جدا إذن نكتب ستون مع أنت أربعة كاراريس يجوني بسيتون دينار يلا هنالعكس قال لي 150 دينار شح تشري لي من كل رأس اللي هنالتبع على حسب السهم ضوك 150 نقسمها على خمسة عشر ونشوفش حال تعطيني يلا مثل 150 أقسمها على خمسة عشر إذن نضربو 15 مع الخمسة عشر وشنو هو العدد اللي كينضربوه في خمسة عشر يعطيني خمسة عشر هو واحد نفهم؟ واحد في خمسة عشر هو خمسة عشر ندي الفرق يعطيني الصفر صفر خمسة ناقص خمسة صفر واحد ناقص واحد صفر وهذا الصفر معلية اللي نجيبها منه تولي عشر إذن شحال تحصلنا على عشر نكتب عشر مفهم إذن ما تعقدوش التناسبية لأنها سهلة وبسيطة مفهم هذه هي كيفاش نبحث عن معامل التناسبية إذن يلا هنروحوا لللي بعدو اللي هي المساحة والمحيط اللي بيزيغطيح لكم إن شاء الله أنا إن شاء الله وجدت لكم اختبار في هالقسمة في هالمثلثات فيه التناسبية وفي هالمساحة والمحيط معندها اختبار شامل إن شاء الله تشوفه يلا هالمساحة والمحيط أنا من حبشة رياضية تحفظ لكن في بعض الحالات يجب علينا حفظها يلا الشكل التاعي عندنا مربع وعندنا مستطيل وعندنا موثلث بلا ما نرسم لكم تعرفوا المربع كيفاش جاي ومستطيل كيفاش جاي ومثلث كيفاش جاي المساحة والمحيط تع كل شكل منه إشكال يجب علينا حفظهو مثلا يلا المساحة تع المربع لازم ندير الظلح في الظلح مفهوم؟ يلا مع بعض أنا رسمتها لكم هنا باش نشوفو الظلع وراهو إذا الظلح تع المربع هو نفسه في 4 كيف كيف إذا معالية إلا أن أخذ واحد منه مثلا قاتل الأسداء الظلح طوله 2 سنتيمنت معالية إلا أن ندير الظلح في الظلح وشو معده؟ معانتها 2 في 2 و2 في 2 شحال لحنا نتحصلوا نتحصلوا على 4 مفهوم؟ إذا هذا هو الظلح الظلح هو واحد منهم بسك المربع قع كيف كيف أما المحيط فهو الظلح في 4 معانتها إذا قاتلنا 2 معانتها رح ندير 2 في 4 معانتها وشو معانتها 2 في 4 معانتها 1 زوج 3 4 مرات عبيها نسموه المحيط المحيط ما يحيطوا بالشكل إذا نح تخرج لي 2 في 4 اللي هي 8 مفهوم؟ إيه؟ لنك سهلة وبسيطة معالية إلا أن أحفظ القاعدة ونطبقها على الأطوال يلا نحو نشوفو بالنسبة للمستطين المستطين نعرفو باللي عنده طول وعنده عرض مساحة المستطين سهلة جدا هي الطول في العرض مثلا قاتلنا في التمرين الطول 6 والعرض 2 معانتها إلا ندير طول في العرض معانتها ندير 6 في 2 ونتحصل على 12 مفهوم؟ أما بالنسبة للمحيط كان بزاف تلميط يحبوا يجمعوا المحيط لكن عنده قانون مش مش صحيح صحيح لكن القانون عليها علامة مفهوم؟ إذن القانون يقول الطول زائد العرض اللي نتحصل عليه نضربه في 2 مثلا نقولوا الطول تعنا قلنا 6 والعرض 2 ما عليها إلا نقول 6 زائد 2 كيف حال تعطيني؟ 8 كيف نضربها في 2 كيف حال تعطينا؟ تعطينا 16 هذا هو القانون تعلم وحيط أما بالنسبة للمثلت أبناء أنتم صغار على قاعدة المثلت لعفون مساحة المثلت إذن لا تحفظ هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2 أنتم كسنة ربعية ما لازمش تعرفوها إذن عبيها حدفتها أما بالنسبة لمحيطه فنجمع كل الأطول وشو معنتها نجمع كل الأطول؟ معنتها إذا هذا 6 وهذا 3 تولي 9 وهذا 2 تولي 11 معنتها نجمع هذا زائد هذا زائد هذا لأتحصل على محيط المثلت مفهوم؟ أبنائي لازم نحفظوهم هذه بالنسبة للمراجعة الشاملة تعرياضيات في الفصل الثاني قبل الإختبار إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وبينسق أبنائي الاشتراك وحتى إذا حبيتوا توروا الفيديو تبارتاجوا الفيديو مع زملائكم إن شاء الله لتعم الفائدة وكما نقول لكم أي سؤال ولي استفسار خلوه لي في التعليقات نحاول نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وبالتوفيق إن شاء الله موسيقى موسيقى